أعلن الحوثيون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية أخرى اليوم وكانت جماعة الحوثي ليمنيا قد أعلنت في بيان لها اليوم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق محافظة البيضاء مشيرة إلى أنه تم إسقاطها بصاروخ أرض جو وللمتابعة ينضم إلينا من عدن مرسلنا ياسين الردوان ياسين مرحبا بك إذن استهداف لمسيرة أمريكية أخرى اليوم على ما يبدو على يد جماعة الحوثي ما هي آخر التطورات بشأن هذه الهجمة نعم ميشا إذن أعلن الحوثيون قبل ساعة من الآن عن إسقاطهم المسيرة الأمريكية نوع MQ9 الخامسة والتي قالوا أنهم أسقطوها في أجواء محافظة البيضاء وكانت أيضا قد تم إسقاط طائرة مسيرة أخرى في محافظة مأرب وتم إحراقها بعد عملية الإسقاط في مناطق التابعة للحكومة الشرعية وقال أيضا الحوثيون في بيانهم العسكري على أنهم أسقطوا هذه الطائرة بصاروخ أرض جو مصنع محليا وقالوا أيضا أنهم سيطورون مهاراتهم وأيضا معداتهم القتالية للدفاع وأيضا استمرار هجماتهم في البحر الأحمر وأيضا على التوازي من ذلك تقوم جماعة الحوثيين بشن هجمات على كثير من المناطق والجبهات الحدودية مع المناطق التي تقع ضمن نطاق سيطرة الحكومة الشرعية أخرها أمس تصدي لهجوم واسع على حدود محافظتي تعز ومحافظة لحج جنوبي اليمن وتحديدا في جبهة حيفان حيث قتل أربعة من قوات درع الوطن التابعة للحكومة اليمنية وكذلك أيضا هناك هجمات حوثية في اتجاه محافظة مأرب وأيضا باتجاه محافظة الضالع وأيضا باتجاه محافظة الحديدة وعدد من الجبهات التي تصعد فيها جماعة الحوثيين وهذا أيضا بدوره يترافق مع هجمات أخرى تقوم بها باتجاه البحر الأحمر آخرها أعلان الجيش الأمريكي التصدي لصاروخ حوثي وأتكدت بعض المصادر الميدانية على أن هذا الصاروخ انطلق من محافظة تعز المحاذية للبحر الأحمر وأيضا أعلنت المبعوث الأمريكي بأنه سوف يقوم بجولة شرق أوسطية تتمثل بزيارة المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات العربية المتحدة وصلت نطعمان لمناقشة العودة إلى آلية السلام وقال أن التصعيد الحوثي يهدد عملية السلام في اليمن بشكل كامل وقال أيضا أنها تهدد عملية نغل الإغاثة للشعب اليمني وأيضا دول المنطقة المتضررة من هذه الهجمات الحوثية شكرا لك من عدن مراسلنا يا سين الردوان